يا سماحة الشيخ أريد أن تتحدث لنا شيئا عن بعض قصص عبادة أم المؤمنين جويرية ردنا الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأجزاكم الله خيرا كثيرا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كذلك وردت الروايات في صيام التطوع لأم المؤمنين جويرية رضي الله تعالى عنها منها ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة في يوم جمعة فقال لها أصمت أمس؟ فقالت لا قال أتريدين أن تصوم غدا؟ فقالت لا قال فأفطري إذن يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم كراهة تنزيه إلا أن يصوم معه يوما قبله أو بعده أيضا كما في صوم عشرة فإن إفراد صوم يوم الجمعة أو السبت مكروه إلا إذا صادف يوما خاصا كصوم نصف من شعبان والسابع والعشرين من شهر رجب ونحوهما فلا بأس حينها بإفراده قال الشيخ الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم لو صام يوم الجمعة منفردا بنية يوم الجمعة لأن اليوم يوم الجمعة فهذا مكروه وإلا فلا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد